من الجو بدقة عالية يظهر كامل السد رسالة مبطنة تحتمل الكثير من المعاني ما يسمى الدولة الإسلامية يبث تسجيلا مصورا لسد الفرات لا أضرار مرئية في جسم السد لكن التنظيم يقول إن أنظمة التحكم في السد لا تعمل بشكل سليم بل ويحذر من أن جاميع بوابات السد توقفت عن تصريف المياه ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية وقبل تنظيم الدولة كان النظام السوري قد حذر من أن الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة تزيد من خطر حدوث انهيار وفيضان كارثيين وبينما نشرت تنظيم صور السد نشرت ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية نشرت صورا لمطار الطبقة العسكري وهو المحطة الأخيرة قبل توجهها إلى سد الفرات لكن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت وقف زحفها تجاه السد فيما نفت الولايات المتحدة التي تدعم الأكراد من الجو بغارات كثيفة نفت أن سد الفرات يواجه خطرا وشيكا إلا إذا خطط تنظيم الدولة تفجيره على حد بيان لها وسد الفرات أهم مصدر للطاقة الكهرمائية وهم مشروع للرأي في كامل سوريا وعلى بعد أربعين كيلو مترا فقط من موقع السد تقع مدينة الرقة عاصمة ما يسمى الدولة الإسلامية ترجمة نانسي قنقر